لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا عزيزي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل لأمل عقل وعنوان حلقتنا النهاردة البخاري وشرعية الدولة العباسية والحقيقة النهاردة قبل ما أتكلم عن أي حاجة لازم أفكركم أن البخاري إزاي دلس اسم شيخه الزهلي وفعلا عرفنا هو دلس اسمه وأخفى اسم شيخه لأهداف ذكرنا بعضها وهنذكر البقية في حلقات قادمة ولكن النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا أن البخاري وعلاقته بالدولة العباسية وطبعا إحنا عرفنا أن الخلفاء الدولة العباسية كانوا مقتنعين بقضية خلق القرآن وطبعا البخاري كان بيوحابي الدولة العباسية ولكن إحنا نعرف الكلام ده من فين غير من أهم مصدر نعرف منه الحاجات دي هو البخاري نفسه كاتب الكاتب صحيحه إحنا نعرف النقطة دي بوضوح من خلال البخاري وقبل ما نعرف الكلام ده ونستنتج واللي عايز يربط الأحداث مع بعض عشان يفهم ويكون فعلا متأكد أن البخاري كان على محاباة مع الدولة العباسية وكان بيوافقهم في أفكارهم أن القرآن فعلا مخلوق وأنه قال لفظ القرآن مخلوق وكفروه زي ما احنا شفنا في الحلقات القبل كده في أسماء لازم هنعرفها وانا هقول الأسماء دي عشان لما نيجي نتعرض لها نبقى فاهمين مين هم دول أول اسم استفاح استفاح ده أول خلفاء الدولة العباسية تاني واحد اسمه المنصور المنصور ده هو الخليفة اللي بعده والمنصور كان عنده ابنه اسمه المهدي وكانت المفروض الخلافة تروح للمهدي بعد المنصور لكن استفاح وصى بالخلافة العيسى بن موسى أمير الكوفة وصى ليه بالخلافة العيسى بن موسى ده علشان كان عيسى بن موسى من أوائل مؤسسي الدولة العباسية وفعلا هو يعني بسببه أحمد فتنة كبيرة أوي في أوائل الدولة العباسية عشان كده الصفاح قال إن عيسى بن موسى هو اللي ياخد الخلافة بعد المنصور دي نبزة كده عشان لما نيجي نقرأ صحيح البخاري ونشوف شوية أسماء كده نبقى فاهمين مين ده أول حاجة هنقرأه في صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي للحسن ابن علي إن ابنية هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وخلي بالك من العنوان إن ابنية هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ليه البخاري ذكر أو بو بالحديث ده تحت هذا العنوان وده طبعا بيدي شرعية للدولة العباسية إن هما ياخدوا الشرعية الخلافة وقال البيت ما ياخده هاش وطبعا ده بيدل على محابات البخاري للدولة العباسية لكن خلينا نشوف كده الكلام بعد كده بيقول لنا ايه حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا سوفيان حدثنا اسرائيل ابو موسى ولقيته بالكوفة وجاء الى ابن شبرامة وقال ادخلني على عيسى ابن موسى فاعزه فكأن ابن شبرامة خاف عليه فلم يفعل خلي بالكم ان احنا في اسماء اتعرضنا لها دلوقتي مين اول اسم اسرائيل حب يدخل على مين حب يدخل على عيسى ابن موسى لكن في واحد اسمه ابن شبرامة منعه وبعدين يقول خاف عليه فلم يفعل قال حدثنا الحسن كل الاسماء دي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل مثلا يعني انا هقول مين هو ابن شبرامة من فتح الباري بشرح سعي البخاري وهبقى ارجع له في حلقة تانية عشان اوضح لكم بالتفصيل من ابن شبرامة لكن ابن شبرامة ده بيقول لنا كده انه كان في خلافة المنصور ده فتح الباري ومات في خلافته خلينا كمان نشوف بعد كده بيقول ادخلني فقال ادخلني على عيسى فاعيزه وكأن عيسى ابن موسى وطبعا عيسى ابن موسى يقول لنا كده فتح الباري ابن اخي المنصور يبقى عرفنا عيسى ابن موسى ده مين ابن اخه المنصور وكان اميرا على الكوفة يبقى دي تاني معلومة عرفناها عن عيسى ابن موسى عيسى ابن موسى كان ابن اخه المنصور في الوقت ده طيب خلينا بقى نشوف البخاري زكر اتنين دلوقتي طبعا زكر كتير بس انا هركز على ابن شابراما وعيسى ابن موسى من رجال الدولة العباسية عيسى ابن موسى ده بيعتبر من اهم مؤسس الدولة العباسية وده هنقرأه في كتاب سير اعلام النبلاء سير اعلام النبلاء الطبقة السابعة عيسى ابن موسى يقول لنا ايه وكان فارس بني العباس خلينا نوقف هنا شوية يعني عيسى ابن موسى ده مالوش اي علاقة بالاحاديث يعني ليه البخاري ذكر موضوع زي كده واحد اسمه اسرائيل عايز يدخل على عيسى ابن موسى رح ابن شابراما قال له لا ما تدخلش هل احنا استفدنا حاجة ولكن طبعا لان الناس دي البخاري بيمجد فيها لان طبعا اولادهم واحفاتهم عايشين في زمن البخاري فلما اولادهم واحفاتهم يشوفوا ابوهم مذكور في كتاب من اهم الكتب بعض القرآن طبعا ده تمجد ليهم وبيوتط العلاقة بينه وبين اولاد عيسى ابن موسى واحفاده والقضاء كمان زي ابن شابراما لانه كان قاضي فنكمل كده في سير اعلام النبلاء كان فارس بني العباس وسيفهم المسلول جعله السفاح ولي عهد المؤمنين بعد المنصور وده الكلام اللي انا قلت اول الحلقة وهو الذي انتضب الحرب ابني عبدالله ابن الحسن فزفر بهم وقتله وتوتضت الدولة العباسية به وقد تحيل عليه المنصور خيلنا نقف هنا بيقول كده وقد تحيل عليه المنصور بكل ممكن حتى اخره وقدم في العهد عليه المهدي ويقال بزل له من الرغبة والرهبة عشرة الاف الف درهم يعني ايه يعني زي ما انا قلت لكم ان السفاح قال ان الخلافة تروح لعيسى ابن موسى لكن المنصور عايز الخلافة تروح لابنه فرح اقدم له ايه فضل يرغبه وقدم له مبلغ طبعا كتير قوي يعني في الوقت ده وعشرة الاف الف درهم والدرهم ده كان على الفكرة درهم فضي لما نقول درهم ده درهم فضي لما نقول دينار ده دينار دهب في الوقت اللي كان موجود فيه ويعني عشرة الاف الف درهم يعني بتساوي ايه دلوقت يعني بتساوي عشرة مليون في وقتنا الحالي الدرهم كان يجيب وبعدين طبعا هنشوف ان وفاة الراجل ده كان في السنة 168 يعني قبل مولد البخاري بتلاتين سنة يعني المسافة بينه وبين البخاري مش كتيرة قبل ما يتولد بتلاتين سنة يبقى علاقته ايه بالبخاري يبقى طبعا علاقته انه بيعرف اولاده او احفاده وبالتالي بيكون على محاباة بالدولة العباسية طبعا في اولاده احفاد خلاص احنا عرفنا انه هو كده على علاقة وثيقة بينهم خلينا نشوف بعد كده طبعا وهم طبعا هيجاملوا البخاري طيب خلينا نشوف ان عيسى بن موسى ده ملوش اي علاقة بالعلم يعني احنا في الحديث ما شفناش ان عيسى بن موسى قال لنا اي حاجة في الحديث علم ولا فقه ولا حديث ولا عن الرسول ولا اي حاجة ده عيسى بن موسى ده كان راجل حرب فقط خلينا نقرأ كمان في فتح الباري بشرح سهر البخاري في نفس الحديث اللي احنا قلناه فبيقول فكأن ابن شبرامة ودوالي الكوفة يعني خاف على إسرائيل ولم يفعل ما دخلوش على عيسى ابن موسى ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق فخشى أنه لا يتلطف بعيسى ابن موسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك يبقى عيسى ابن موسى ده كان ممكن يبطش بواحد بيقول الحقيقة فابن شبرامة خاف على إسرائيل ندخله وأنا بعيد برضو ليه الكلام ده لأن الحديث ده اندل على حاجة بيدل أنه بيذكر أسماء موجودة في الدولة العباسية ودلوقتي أنا هعملكم لخص للحلقة علشان نأكد الفكرة أول حاجة أنا ذكرت الشخصيات وركزت على ابن شبرامة وابن شبرامة ده كان قاضي الكوفة وركزت على عيسى ابن موسى وده كان راجل حرب ملوش أي علاقة بالحديث وعيسى ابن موسى كان هو المفروض اللي ياخد الخلافة بعد المنصور لكن البخاري حط الأسماء دي اللي ملهاش أي علاقة بالحديث وليها علاقة بس بالحكم والقضاء والحكم والحرب حط فيه كتاب الفتن باب قول النبي قول النبي للحسن ابن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين وكأن البخاري أعطى شرعية للدولة العباسية للخلافة واكتفى بالخلافة للدولة العباسية وكده يبقى قال البيت ملهمش هذه الشرعية وهم بس للصلح مش أكتر من كده وكأن البخاري بيقول لهم فعلا إن انتو الخلافة من حققه وجمع الدولة العباسية ومجدها بالطريقة دي وحط فيها الأسماء اللي موجودة زي ما احنا شفنا على مدار الحلقة الأسماء اللي موجودة ومين هم دولة وخلوني تابعوني الحلقة الجاية عشان أكلمكم عن عيسى بن موسى أكتر وأكتر وإزاي البخاري كان بيمجد في الدولة العباسية وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المساة